مع الارتفاع الملحوظ لإصابة فيروس كورونا داخل ليبيا واستمرار معدلة الإصابات اليومية عند حاجز الألف إصابة يقول رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة كورونا خليفة البكوش إن الوضع لا يزال حرشاً في ليبيا وأننا لا زلنا في المرحلة الرابعة من انتشار الوباء رغم وجود تحسنات مقارنة بالأسبوع الماضي نحن في المرحلة الرابعة في بعض التحسن البسيط على الأسبوع الماضي لكننا نحن في وضع الحرش فلا بد أن نأخذ أمورنا واحتياطاتنا ورغم محدودية المعدلات من التحاليل اليومية والتي بلغت حتى الآن نحو 336 ألف تحليل في عموم ليبيا منذ بذء الجائحة إلا أن رئيس اللجنة الاستشارية العليا أكد أنهم يسعون حالياً للوصول لعشرة ألاف تحليل يومياً خلال المدة القادمة مع وصول تحاليل سريعة لا تختلف عن تحليل بي سي آر التي يعملون بها حالياً وعن الأسباب التي تعود وراء ارتفاع معادلة الإصابة فيعزه البكوش إلى عدم توقف المناسبة وفتح صلاة الأفراح فضلاً عن استمرار العمل بالصلاة الرياضية ومقاهي النرجيلة رغم عدم إعطائهم إذناً بذلك بالنسبة طبعاً للأفراح وصلاة الأفراح قاعدين نحن لجنة استشارية معتناش الأدونات بصلاة الأفراح لكن الأسف فيه صلاة أفراح قاعدة تشتغل كذلك بالنسبة للدورات الدراسية وخصوصاً الدورات الدراسية تلقاها في الغرفة متاعتهم صغيرة جداً وتلقا فيها عدة طلبة أما عن وفيات الجيش الأبيض من الكوادر الطبية والذين بلغ عددهم أكثر من 15 عنصراً فقد أكد رئيس اللجنة الاستشارية موافقة رئيس المجلس الرئاسي على اعتبارهم شهداء واجب وأنهم بصدد إحصائهم في كامل ربوع البلاد ومع تجاوز معدلة الإصابات التراكمية في ليبيا إلى أكثر من 66 ألف إصابة بعموم البلاد وفي ظل انتشار الموجة الثانية من الوباء عالمياً لا تزال وزارة الصحة تطلق تحذيراتها للمواطن وتؤكد على أهمية استشعار خطر الجائحة لا سيما في ظل عدم تسجيل أي علاج للفيروس حتى الآن ترجمة نانسي قنقر